التحيال الزميق عزيز هنا حتحوط ومشاهدين ومشاهدين صدر البلد بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني امام منتخب موزنبيك معايا عبد الرحمن رجلان لعب المنتخب الوطني المصري للشباب عبد الرحمن شايفك زعلان شايف اكيد ما كانش تموح منتخبنا ان هو يتعادل في هذه المباراة بتشوف دي النتيجة دي ازاي وبالنسبة لكو كان لعقيبة اللي جاي ازاي هو الحاجة الحمد لله عن نتيجة طبعا كلنا زعلانين بس الحمد لله رضيين بالبونت بس الحمد لله بيدينا تحفيز اكتر للماتش الجاي وان شاء الله نتلع بثلاثة بونت طبعا الجمهور كله على دماغنا احنا بنشكركم جدا واسفين لو زعلانكم النهاردة بس والله كل واحد عمل اللي عليه وبنوعاتكم ان شاء الله الماتش الجاي يكون معنا التلاثة بونت وخليكم دايما في دهارين ساعتزر عن النتيجة مش ده هدفنا مش ده طموحنا احنا هدفنا ان احنا ناخد البطولة هدفنا ان احنا كل ماتش ننزل نكسب فيه النهاردة كانت البداية ما كانش موفقة شوية فبس انا باعد الناس يعني ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا هناخد البطولة دات الحمد لله احنا عملنا اللي علينا وادنا كويس وكابتن محمود مبسوط من الاداء بس احنا لسه قدامنا ماتشين كمان والماتشين اللي جايين دول حياءة وموتن بالنسبة لنا وان شاء الله البطولة مش تخرج برا مصر والبطولة ان شاء الله في مصر ونقول للجامير ما تيلووش وخليكم بردو داعم لنا ومع بعض الماتشات الجاي وان شاء الله الماتشات الجاي هتشوفوا حاجة تاني ماتش كان صعب جدا المجموعة صعبة زي ما حضراتكم عارفين واحنا ما حلفناش الحظ ان احنا نكسب النهاردة ماتش مصر ولكن احنا ان شاء الله هنركز في ماتش السنغال هدفنا هو الوصول للمنديال طبعا واحنا هنا عشان ننفس على البطولة مش اكتر من كنا اشتركوا في القناة